اشتركوا في القناة اي وقت بتحبوا شي يترجم اذا في حدا بيحب يكون بس انجليش او بس عربي يخبرني بأي وقت فيكن توقفونا وفينا نشتغل على اي سؤال بيجي لعندكن فبس بس You can raise hand or you can drop message ومنشوفه اكيد رح طلني احكي عربي للاخت عبدالله بس ال screen ال presentation رح تكون بالانجليز لانو فيه technical words مضطرين نحنا انو نقولهم بالانجليزي 2 sessions عنا اليوم وبكرة رح يكون فيهن حكي كلها ياتوا عن الموبايل سيكوريتي اوارنس رح نغطي فيهن الموبايل سيكوريتي رح نغطي فيهن شي اسمه الملتي فاكتر اوثنتيكيشن يعني وقتلي بكون فيه عنا دخول على اي برنامج باكتر من طريقة شي اسمه الفيشينج سكام ليهن الماسجز والايميلز اللي بيوصلوا على ايميلاتكن او على تليفوناتكن وبيكونوا هنه سكام يعني بكون هدفن انو ياخدوا معلومات عنكن او ياخدوا البنك اكاونت اللوكيشن ما نحكي عن اللوكيشن كيفينا نعمل لوكيشن تراكينج ما نحذر من اشيه كتير مثل الكوننكت على الببليك واي فايف مثل using any charger مثل dispose of devices that are used devices واشيه تاني بدي يقول انو شي مهم انو بالالفان وتسعة عشر لحالو في واحد فاصل خمسة بليون موبايل فون وير كريتد هيدا شو معناته هيدا معناته انو almost everyone have a smartphone in his hand سمارتفونز عم يستعملوا بالببليك وعم يستعملوا at work عم يستعمل تشارجر اي نوع من تشارجر عم يستعمل بالبيت او بالشغل او حتى بالببليك بليس او حتى through any any computer that exist using using USB وهايدولي عم يعملوا access على واي فاي وينما كانوا موجودين وبيستعملوا accounts هني private accounts او هني بالشغل يعني بالشركات عشان هيك اللي بدي اقلكن انو result لهيدا ال combination of the number of accounts وكل اللي عم يستعملوا بالطرق اللي عم يستعملها فيه رح تخلق شي اسمه security threat يعني خطر امنه انتو انتبهتو انو انا ما عرفت عن حالي بعض انا اسمي صلاح علويه عندي خبرة تقريبا عشرين سنة اخد ماتريز computer science بالجامعة اللبنانية واشتغلت على project's كتير من لبنان للسعودية للامارات لقطر لمصر للعراق لكتير على very high level security related to biometric security يعني مثل اللي بتشوفوهن بالمطارات انتو وانا دايما كنت اعتبر حالي انو انا شخص اميون يعني انا شخص ما في حدا يقدر يخترق للامن طبعي او بيقدر لانو انا شخص expert تقريبا منو ثلاث سنين كنت هوم بدوباي ايجيني اتصال من شركة قال نحنا منحب نسألك كم سؤال واذا جوابت نحنا شركة اعطاني اسم شركة كتير مهمة شركة معروفة منحب نسألك كم سؤال ما انو كنت فاضي قلت انا اوكي مافي مشكلة سألني كم سؤال وقال لي نحنا نتشكرك بس خلص ورح نبعتلك كود لحتى ندخل اسمك بدروب يعني صحب على شيء قالوا انا مافي مشكلة بعتلي ميسج طلعت على الكود اعطيته الكود اللي ايجيني على موبايلي وبعد هيك كفت حياتي بشكل طبيعي تاني يوم جربت استعمل الواتساب ماقدر تفوت على الواتساب تابعوا لي شو قال لي الواتساب بيقلي مافيك تستعمل مافيك تستعمل السيروز تابعنا قبل عشرة ايام لانو يو ار ماركت از سكام يعني حدا اعتبر انو انا الواتساب تابعوا لي هو سكام هو عم يعتدي على عم يحاول يوصل ل معلومات حدا تاني طبعا بدي اعرف انا وين غلطت كانت عشان هيك نحنا عم نعمل هايدي الساشن لحتى نعرف انا وين غلطت وعشان ما حدا منكن يقدر يغلط بعد هيك شو بدي اعمل انا بدي ساعدكن وبدي ساعد حالي لحتى نقدر نعرف معلومات قدمة فينا لحتى نقدر نحمي حالنا نحمي ولادنا نحمي رفقاتنا نحمي الشركات اللي نحنا بنشتغل فيها من اي تهديد ممكن يجينا من مكان تاني طبعا رح ارجع جوابكن وقلكن انا وين غلطت بس هلا خلينا نبلش بانه نعرف شغلي انه مافي شي اسمه 100 سيكيور ان موبايل اتاك مافي شي اسمه 100 سيكيور كل اللي فينا نعمله انه نحنا نجرب ناخد كل الاجراءات لحتى نحمي حالنا على تليفون وتأكدوا انه الشخص لو كان اكسبرت او لكان او لكان شخص عاضي شو ما كان عمره شو ما كان مارئ عليه تقدر القصة بس شخص واحد عنده معينة ليقدر يوصل على المعلومات تبعك لحتى تصير انت ضحية تانية من ضحايا السكامز اللي بيصيروا على الموبايل اللي رح اعمله اول شي رح اعطي شوية تعريفات عن الموضوع اول شي رح نحكي عن social media as a part of the communication ليش هم نقول social media لانه كلاياتنا منحمل الموبايل فان خليني اقول مش كلاياتنا تسعين بالمية او سبعين بالمية من اليوز تبع الموبايل فان هوي for the social media and social media main reason is for communication social media is another way of communication يعني نحنا وقت اللي بنحكي على التليفون بنعمل اتصال is a way to communicate وقت اللي بنبعت ايميل is a way to communicate بس ليش ال social media هي اخطر من غيرها اول شي لانه it's public حتى اللي بيقلي هلا انه انا عندي private account بيقله your account is public وحرجع خبره ليش ال account طبعه is public even اذا كان هذا الشخص is having private accounts يعني ال account طبعه مش مش public مش مفتوحة كمان social media can spread quickly المعلومات بتوصل لكل المطارح غير اذا عملت تليفون مع حدا غير اذا بعت ايميل لشخص المعلومات اللي بتحطها بال social media بتوصل لكتير ناس بنفس الوقت تالت شي واهم شي it will keep a record for long time يعني انت الشي اللي بتحطه على social media اذا كان صورة او اذا كان فيديو او اذا كان حتى تاكست كتبته بيبقى موجود وتبقى الناس تقدر توصلوا لفترة طويلة على الانترنت تقدر توصلوا فاذا اهم شي نحنا واحدة من القشة اللي we will discuss it is we will never discuss all the situations يعني دايما فيه situations جديدة راح تبالق تبين عنا بس نحنا what we will try to do اللي راح نجرب ما عمله انه we discuss the most situations that happen اكتر الاشياء اللي ممكن تصير عنا خليني بلش بالتعريف انه دايما نحنا عنا تهديد بيجي من مطرحين اول مطرح بيسموه malware شو يعني malware يعني هو software حدا بيجي بيكتبو يعني هو code يعني هو program حدا بيجي بيكتبو هدفو لهيدا الprogram انه يخرب الكمبيوتر اللي انت عم تشتغل فيه او هدفو انه يخرب الموبايل اللي عم تشتغل فيه مرات مش هدفو يخرب مرات هدفو يوصل لمعلومات موجودة على الكمبيوتر او يوصل على معلومات موجودة على التليفون طبعك او حتى access social media اللي انت عم تشتغل عليها على الموبايل طبعك لحتى ياخد معلومات لحتى يستعملها معظم هيدول الناس بكونوا بدون يوصل للمعلومات اللي إلا علاقة بالpayments النوع التاني من الخطر اللي ممكن نتعرض له هن الapplications اللي نحنا مننزلن على الموبايل طبعنا يعني نحنا كل يوم منعمل download لapplications وكل يوم منلاقي application جديدة او game جديدة يمكن flashlight يمكن game يمكن whatever it's simple thing we download it on our mobile ومنجربها ومرات مننساها على الموبايل منتركها ستة شهر وسنة وما منشيلها عن الموبايل طبعنا وبتكون هيدي الapplications عم تعمل شي different from its own functionality يعني انت بتنزلها بس لا تلعب game بس هن يعطوك ايها for free for another reason لسبب تاني خلينا نشوف كيف هيدول اتنين بيشتغلوا الMailware والApproved Applications خليني بلش وانيقول الهاكرز الناس اللي هن بيكتبوا بروجرامز لحتى يعملوا illegal access على السمارتفونز او على او على ال او على ال ايبادز سوري على الكمبيوترز هول شغلتهم يكتبوا بروجرامات الهاكرز هن الناس اللي بيكتبوا بروجرامز شغلتها انه توصل على السمارتفونز او توصل على الكمبيوترز لحتى تجيب معلومات او لحتى تعم تخرب شي موجود بها المعلومات شو بتعمل عادة؟ هادي اول شي بتعملوا انه steal your identity يعني بتروح بتاخد معلومات عن الشخص اللي هو صاحب هادي الماشين اذا كانت هي موبايل والله كانت هي كومبيوتر بدا تاخد المعلومات عنه وممكن تستعمل هادي الماشين لحتى تبعث messages يعني تبعث messages للcontents او تبعث emails للcontents كأنه هو الشخص صاحب الماشين هو عم يبعتها الشي الثالث اللي ممكن تعملوا انه ممكن تاخد المعلومات تبع البنك اكاونت او ممكن توقف البنك اكاونت تبعك ثالث شي ممكن يعملوه ممكن يمحوا المعلومات اللي موجودة على تليفونك او على كومبيوترك او ممكن يعملوله lock يسكروا لك مرات بيكونوا بدون يستفيدوا مرات ما بيكونوا بدون يستفيدوا في ناس they just enjoy doing it اوكي بس لحتى تعرفوا انه الهاكرز مش هن المشكلة الوحيدة اللي عنا اياها الهاكرز هن اللي بيشتغلوا illegal بس كمان في ال popular apps اللي نحنا منستعملون كمان ممكن يعملوا اشياء illegal يعني the popular apps اللي نحن منزلون مثل facebook ومنتل instagram ومتل اي 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 اب منحطها شغلتا بيعملوا a lot of snooping شو يعني snooping يعني بيروحوا they search your device بفتشوا بقلب الموبايل تابعلك او بقلب الكمبيوتر تابعلك لحتى يخدوا معلومات عنك هي معلومات مرات نحنا منسمحلو يروح يجيب لهذه المعلومات يعني أنا دايماً بيقلي وقت اللي بعمل دونلود لقاء بيقلي أنا بدي روح على بدي أعمل أعطيني برمشن لأعمل أكسس على الجالوري على الصور أو أعطيني برمشن لأعمل أكسس على الكالندر بروح أنا بعمله وهو بيعمل أكسس بس هو بيصير يستعمل هيدا الديتا لشو بيستعملها لحتى يبيع على الأدفرتايزر لحتى يبيع على الناس اللي هني بيعملوا دعايات عشان هيك وقت اللي انت بتكون قاعد عم تعمل على الواتساب شات وبتجيب بتحكي عن موضوع معين بعد شوي بتفتح الفيسبوك بيقوم الفيسبوك بيطلع فيه دعاية عن هيدا الموضوع اللي حكيت فيه أو يمكن بتروح بتعمل سيرش على جوجل على موضوع معين بعد شوي بيوصلك إيميل أو بيوصلك ميسج على التليفون تبعك هو بهيدا الموضوع هو ذاته اللي نحنا عم نشتغل فيه في حدا قال اخترب التليفون وما تهكر طيب طيب إذا ما نلخص في عنا نوعين من الخطر اللي نحنا لازم ننتبهله أول شيء الماليشيس أبس اللي هني منسميهم موبايل ميلوير اللي هني إلنا إنه هني إليجل إليجل أبليكيشنز والليجل أبليكيشنز الموبايل ميلويرز ما نتذكر دايما إنه هيدولي إليجل أبس هيدولي بينعملوا بي مع هاكرز أو بينعملوا مع ناس بينعملوا مع ناس هني شغلتون كرمنال شغلتون توستيل ذا إنفرميشن تاني نوع من الثرات اللي عنا ياه هني الليجل أبس اللي هني الأبس اللي بياخدوا معلومات إيذن نحنا وي آثنتيكيتهم سمتاين سمتاين نحنا ويعطيني معلومة أو ديو أوكي في شغلة كتير مهمة كل واحد هلأ بدو يلقت موبايلو قدامي قدامو بدو يخبرني بدو يعطيني معلومة يقل لي فييا قداش عندو أبس أو قداش عندو جيمز أو قداش عندو أي شيء ينستول على الموبايل تبعو إله ستة شهر أو إله سنة أو إله ثلاثة شهر هو ما استعمله كل واحد بده يخبرني قديش ممكن يكون عنده على الموبايل تبعه أبس ما عم يستعمله يلا حدا يعطيني شي رقم استخدمهم كلهم طيب ما عندي شي ما استخدمه في عنا سديم قالت عنده عشرة عنده عشرة أبليكيشنز عنده عشرة أبس ما بتستعمل طيب في ناس أنا بعرفهم عندهم مية مش عندهم عشرة بس لأنه كل ما لقوا أب جديدة بنزلوها وبيحطوها على الموبايل وبينسوها ليش أنا سألت هيدا السؤال لأنه فوق العشرة في شي ما قالت فوق العشرة ليش أنا عم بحكي هيك هيدول الأبس كل العالم بتقول أنه أنا عندي سبيس على الموبايل أنا عندي 64 جيج عندي سبيس بس هيدول الأبس أنت حطيتهم على موبايلك they are working all the time they are working all the time مرات موبايلك بيكون بطيء أنت ما بتعرف ليش لأنه they are working all the time شو عم يعملوا they are collecting the data they are collecting عم يجمعوا سوري عم يجمعوا المعلومات طبعيتك عم يجمعوا شي اسمه البيهيفيرل طبعولك يعني أنت شو عم تعمل على هيدا الموبايل أو شو عم تعمل حتى على الكمبيوتر طبعولك عم يجمعوا هيدا المعلومات وعم يبعتوها لمين عم يبعتوها عم يبعتوها للناس اللي عملت اللي عملت شو الحل لحتى نحنا نخلص من هيدا المشكلة عنا حل من اتنين يا منشيل الأب إذا مش عم نستعملها منشيلها أو إذا نحنا لأ منحبها لهيدا الأب مننخليها منطف الموبايل تبعنا ما بعرف الخيار عندكن بس أنا أول هنت بدي أعطيكم إيها اليوم هي التالية قلنا نحنا اليوم مننستفيد من هيدا الساشن بهنت يعني بإجراءات لازم نعملها على الموبايل طبعا أول إجراء لازم نعمله إنه لازم أي أب نحنا بنعرف إنه ما عم نستعملها خلال فترة ثلاثة شهر أو أكتر لازم نشيلها عن الموبايل طبعنا ليش؟ لأنه هيدا الأب بتكون عم تجمع معلومات بالباكي جراوند طبع الموبايل يعني من دون ما نحنا نعرف هي عم تستعمل الموبايل عم تعمل أكسس على إشيه كتير هلأ منحكي عنه الإشيه اللي عم تعمل أكسس علي اللي فكر إنه مسألة المالوير هو شخص قاعد بدولة معينة وإجا عباله يتسلى بدي أقل له إنه أنت غلطان ليش؟ لأنه دايلي دايلي نحنا عنا 230 ألف سامبل أوفا مالوير يعني في ناس بال مش بالألاف بميات الألاف من الكودرز قاعدين شغلتهم بس يكتبوا مالوير شو يعني مالوير برجع بذكر مالوير هن الأبليكيشن اللي هن اللي إليجل بيفوتوا على الموبايل طبعك أو على الكمبيوتر طبعك لياخدوا معلومات منك انتبهوا للرقم 230 ألف وأنا بدي أسأل سؤال هن هاو دي اللي بيكتبوا المالوير سامبل برأيكم انتو تارجت الآيفون ولا تارجت الأندرويد ولا تارجت السامسونج ديفايسز بدي شوف أجوبة على التشات شو رأيكم انتو في عبد العزيز قال رأم واحد في حدا قال فاطمة قالت كلهم عبد العزيز قال آيفون سديم قالت جميعهم شي ما قالت أندرويد يلا بدي ريتة قالت قول عبد الله قال آيفون طيب الجواب هو أندرويد 92% من المالوير اللي بينكتبوا هن تارجتينج الأندرويد ديفايسز ما بدي جمعتي يكون الآيفون ويكونوا مبسوطين لأنه رح يوصلكم الدور بدي تعرفوا أنه 92% من المالوير اللي بينكتبوا هن تارجت الأندرويد ديفايسز شو يعني الأندرويد ديفايسز يعني إذا أنت حامل سامسونج والله هواوي والله نوكيا والله أي شي هوز رننج أن أندرويد 92% من المالوير are written for you طيب طيب شو الحل شو لازم نعمل نحنا جماعة اللي منستعمل الأندرويد شو لازم نعمل هايدي the second tip لازم تسمعوها مني أول شي بتكون تعرفوا إنه إذا في جيش من الناس عم يكتبوا المالويرز في جيش أكبر منه موجود بأندرويد عم يكتب البروتكشن للأوباريتنج سيستم طبعا يعني عم يكتب البرامج اللي بتدافع عن الأندرويد ديفايسز نحنا شو شغلتنا كيوزرز كناس حاملين هيدول التليفونات شغلتنا نظلنا دايما up to date يعني وينever بيجينا على التليفون تبعنا إنه نحنا في new update من أندرويد لازم ننزل هيدا الأندرويد لازم ننزل هيدا الأوبデيت لاش عم قلكن هيدا الحكي لأنه أندرويد بتقلنا إنه بس أربعة بالمية من الديفايسز هني up to date بقيت الديفايسز عالم عم بتأجل تنزل الnew update تخيلوا إنه بس أربعة بالمية من الاندرويد ديفايسز هني up to date بالليتست operating system بس بغض النظر إذا نحنا نستعمل أندرويد والله آيفون نحنا دايما لازم يكون having the latest operating system والليتست up to date أبس يعني مش بس الoperating system مش بس أندرويد وآيفون أو 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 أس يعني آي أو أس هني لازم ينعمل لن update لأنه حتى كمان وقت اللي فيسبوك أو إنستغرام أو أو أي أب بتنزل update هيدا الأب بيكون فيه security لإلك لازم دايما تكون عم تعمل update إنت الليتست update للoperating system ولا الأب this tip you should keep it always on طبعا طبعا هلا جماعة الآيفون مبسطوا وشو قالوا قالوا إنه نحنا كل عمرنا منقول إنه الأندرويد تليفون مش منح بدي تخبروني مين بيستعمل أندرويد مين بيستعمل آيفون من الناس اللي عم يحضروا هلا لأنه ما نشوف كيف ما نفتح الجبهة بين سديم قالت آيفون أسمى قالت آيفون شايمة آيفون شايمة أندرويد شكله في عنا كتير آيفون طيب حضروح حالكن يا جماعة الآيفون لتسمعوا الخبر الحلو الخبر الحلو أو مش حلو بالأحرى إنه الآيفون بياخد معلومات information عنا أكتر من الآيفون as an operating system يعني نحنا مجرد منجيب الآيفون الآيفون as an operating system بيعمل access على personal information تبعنا وبيعمل ها legally يعني نحنا منخوله أي معلومة منحطها على التليفون الoperating system directly بيعمل access وبيقراه كلياته سامسونج بيعمل أو مش بالأحرى مش سامسونج أندرويد بيعمل هاك بس بش بنفس الطريقة اللي بيعملها آيفون آيفون بيقرأ كل شي موجود على التليفون كل شي بيقرأ كل شي بيمرأ على التليفون آيفون curve أو آيفون بيعمل Bréta آيفون آيفون أخطر آيفون أخطر للآيفون آيفون 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 faces الإيميل، الأرقام السرية، أي شيء، أي شيء أنت بتحطه على الآيفون، الآيفون بيعرفه لأنه الآيفون can access legally everything as an operating system أوكي؟ طيب، شو الإحصاء بيقول؟ بيقول أنه تسعة بالمية، تسعين بالمية of the top three apps شو top three apps؟ يعني كل أب أنت بتروح بتنزلها for free وتسعة وتسعين بالمية من ال-paid apps اللي هني على الآيفون collect your information شو هني ال-information they collect؟ عندي موبايل آيفون وهواوي وأندرويد، هذا حسن الله يزيد الخير فيك تلاحظ الهواوي يا عبد العزيز أفضل أو لا كل واحد بحسب استعماله ونحن هون عم نحكي عن الأمن طبع هيدول الأمن عم نحكي عن الأمن يا عبد العزيز صحيح طيب، قلنا تسعين بالمية من top three apps وتسعة وتسعين بالمية من top paid apps يعني اللي مندفع حق المصاري على الآيفون collect your information بيجمعوا معلومات شو هني المعلومات؟ رح أعطي مثل في شيء اسمه demographic وفي شيء اسمه psychographic information معلومات عنك كشخص ومعلومات عن الأشياء اللي بتعملها رح أخذ هايدي الرسم الصغيرة لحتى أقول مثل شو يعني demographic information شو يعني psychographic information يعني بيعرفوا location طبعك وين بتعيش بيعرفوا أفراد العائلة طبعك بيعرفوا medical report طبعو لك بيقدروا يعرفوا بيقدروا يعرفوا income طبعك per year وأكيد بيقدروا بيعرفوا أكيد بيقدروا يعرفوا عمرك وبيقدروا يعرفوا معلومات كتير عنك هايدي اسمك demographic شو يعني psychographic يعني بيقدروا بيعرفوا أنت شو بتعمل يعني أنت وين بتسافر يعني أنت إذا شو بتحب تسمع أي موسيقى شو بتحب تحضر أي أفلام شو بتحب أي شو بتحب تلعب أي أي لعبة هيدول الأشياء اللي أنت بتعملها هيدولة كلاياتهم التليفون بيجمعهم ومين للآيفون وشو بيعمل فيهم بيبيعهم للأدفورتايزرز بيبيعهم للناس اللي بيعملوا إعلانات عشان هيك الناس اللي بيستعملوا آيفون مراقبين أكتر فيك تستعمل كلمة مراقب أوكي فيك تقول كلمة مراقب مراقبين أكتر ليش؟ لأنه المعلومات تبعهم بدأت نبيع أكتر في عندي إحصائية هالإحصائية بتقول إنه 91% من الأبس اللي بينزلوا على أبل هني they are snooping يعني بياخدوا معلومات عنك بينما بالأندرويد 80% من الأبس اللي بيتنزلوا هني بيعملوا شي ريسكي لقلك رح أمره على شوية statistics قبل ما نبلش نفوت بالشغل العملي سوا لحتى نشوف شو هني الإشياء اللي صحيح هل بيع هذه المعلومات عبد الله عم يسأل هل بيبيع هذه المعلومات فيها خطورة كبيرة على صاحب المعلومة خليني يقلك شو المشكلة بيبيع المعلومات أول شي هو ما بيحق إنه يبيع المعلومات تبعك يعني إذا أنا أدفرطايزر إذا أنا بدي بيع برودكت للناس اللي هني بين العمر 25 و 35 سنة قمت رح تشتريت أنا من الأبس اللي هني بيشتغلوا على آيفون أو على سامسونج بدوباي وبالشارقة الناس اللي هني عمروا بين 25 و 35 سنة وبلشت أبعطهم دعايات برأيك هيدا مش privacy invasion يعني هيدا مش اختراق لخصصيتك شو رأيك يا عبد الله هيدا اختراق للخصصية ليش اختراق للخصصية لأنه أنت عندك الحق أنه ما يكون بدك تشوف هيدا الدعاية في حدا شارد هاي المعلومات تبعك بس أنا هون عم بيحكي بس advertising يمكن تقل لي أنت اوكي it's fine انه شو فيها إذا اجتني هيدا الدعاية مش غلق بس في شيء أصعب من هاك لما ممكن الهاكرز يوصلوا لهايدول المعلومات تبعك وممكن يستعملوهم لمهمات خطيرة رح تقل لي كيف يعني مهمات خطيرة بقل لك أنه في ناس خليني أعطي معلومة بس سبق عليها في ناس بترائب اللوكيشن طبع اليوزر شو يعني اللوكيشن طبع اليوزر يعني أنت إذا you are checking online your Instagram وانت واقف على الATM ممكن في حدا يكون عم برائب هيدا اللوكيشن ويشوف مين عم يجي على الATM أو مين عم يجي على البنك رح أعطي أمسي لي أكتر من هيك وقت اللي ينبلش أكتر بهيدا الكورس لحتى تعرفوا أنه في أماكن من الأفضل أنه متشايقوا موبايلاتكم فيها especially وقت اللي يكون فيها location invasion في شاي ما عم بتقول في حد مرة اتصل فيي وتم يقول كل شي عني من المعلومات ويهدد للعلم التليفون كان آيفون شو أسوي هيدا بتبلغي عنه ديركت هيدا بتبلغي عنه أنت ما بتساوي شي بلغي الشرطة متل ما قال عبدالعزيز هيدا شي كمان رح نحكي عنه اللي بيهددك بلغي الشرطة اللي بيهدد بلغي الشرطة فيك طيب خلينا نروح على statistics بس لناخد information شو بيجمعوا هيدول الناس عننا وقت اللي بقول أنا paid apps و free apps يعني paid اللي أنا بدفع حقهم والfree apps اللي أنا بعملهم download for free بيعملوا لأنه بدون يشوفوا أنا شو عندي شي بالكالندر طبعي مثلا شو عندي موعيد أو شو عندي أماكن بد روح عليها ليش؟ هاي دي بتهموا لأنه ممكن الأماكن اللي انت بكتروح عليها أو نوعية الموعيد اللي انت عليها بتفيدهم بالأدفرطايزم بالدعايات اللي بدون يعملوها أو بتفيدهم بإشيات تانية هن مهتمين فيها. الأدرس بوك الأدرس بوك هو شو؟ أنا رأيي أنه سلاح دقزو حدين ممكن استفيد من اهتمامتي وممكن أضايق من البعض. صحيح صحيح. هلأ وقت اللي بيعملوا أكسس على الأدرس بوك؟ مثلاً الهاكرز إذا عملوا أكسس على الأدرس بوك شو بيصيروا يعملوا؟ مين فيه يعطيني فكرة؟ إذا حدا عمل أكسس على الأدرس بوك يعني على الكونتاكت تابعو لك شو فيه يعمل؟ حدا يعطيني فكرة؟ ياخدوا الصور؟ لا ياخدوا الصور بيكون عام يعمل أكسس على الجالوري. ممكن يبعت ميسجز من اسمك أنت للأشخاص التانيين. قديش صايرة معكم هاي دي إنه بيصلكم ميسج من شخص بيكون مش هو قاصد يبعته. لأنه حدا عمل أكسس على الأدرس بوك تبعا. بيعمل أكسس على الأدرس بوك وبياخد مش بس الكونتاكت وبياخد أرقام لهي دول الكونتاكت كمان وبيصير يستعملها. هاي دي اسمه برايفيسي انفايجن ولا لا؟ كمان اسمه. الاد نتورك أناليتكس. بيشوف انت عم تستعمل أي نتورك يعني إذا انت مثلاً موجود بالإمارات انت عم تستعمل اتصالات ولا عم تستعمل دو. على على ويرلس نتورك انت على أي ويرلس نتورك عم تعمل أكسس. ممكن تقللي ما في مننا فايدة. ممكن بيقلك انه الهاكرز بيستفيدوا كتير مننا لهي دي المعلوم. اكتر شي من أفريقيا صحيح من أفريقيا كتير. بيجي إيميلات من نيجيريا كتير ومن من آسيا كمان بيجي من الهند كتير. اي دي يوزرز أنا بدي أمرق بس على هيدال لأنه هني ذاتهم رح يتكرروا بستاتيستيكس كلاياتهم. لإيدانتي يوزر يعني هني الانفورميشن طبعك انت كشخص لسميناهن نحن ديموكرافيك ديموكرافيك انفورميشن. إن أب برشي سينج عم بيشوفوا انت شو عم تشتري. ليش عم بيشوفوا شو عم تشتري؟ لأنه ممكن هيدالي البرودكتس اللي بي عم تشتريون بيشبهوا برودكتس هني بدون يسويوا لك يهن أو يخلوك تشتري. سينجل ساين أون هون اللي حدا سألني إنه كمان الباسورد واليوزر نيم بقلو ايه كمان الباسورد واليوزر نيم وانتبه لفري أبس 61% منهم they are trying to get the username and password يعني every time you download a free game and you enjoy it for a while you use it for a while they use it more they use you more وانت إذا بطلت تستعمله تركتها على موبايلك انت بطلت تستعمله بس هني بعضهم عم يستعملوا وعم يستعملوا الانفورميشن طبعا آخر وحدة هي location tracking هيدا الموضوع location tracking الناس مفكريته موضوع سهل بس رح نوصل لهيدا القصة حتى أخبركن إنه في كتير منظمات بتشتغل بتسرق يعني بتشتغل عمليات سرقة أو عمليات كسر وخلع للبيوت أو عمليات سلب بأماكن معينة مثلا ببنوك أو بغيرة بتستعمل location tracking رح نوصل ليها ونشوف كيف بتشتغل أول استاتيستيكة عملناها عملناها بين الpaid apps والfree apps تاني استاتيستيك رح نفرجيها هي بين الـ IOS والأندرويد يعني بين اللي بيستعملوا iPhone وبين اللي بيستعملوا operating system Android شو مكان التلفون تبعا لاحظوا قدية الفرق لاحظوا قدية الفرق بس اي شي بقولوا أنا ان انجلش بكون مش واضح أنا دايركت لي بقراهن وممكن رد عليه وأنا اسمي صلاح فإذا انتبهتوا علي أنه أنا مشيت انجلش كتير خلوني نبهوني وخليني ترجم لللي قلته اللي هلأ بدي تنتبهولو بستاتيستيك هايدي أنه بين الـ IOS apps وبين الـ Android apps يعطيكم العرفة قديش فيه access عشان هيك الناس اللي انبسطوا أنه هني فكروا الـ hackers عم يشتغلوا أكتر على الـ Android ينتبهوا قديش الـ IOS عم ياخد معلومات منكم السؤال اللي بدي اسألكم إياه هلا برأيكم أي نوع من الـ apps بيحاول ياخد معلومات منها أكتر شي يعني أنا راح أعطيكم أمثلة نحنا مننزل على الموبايل تبعنا مننزل social media apps مننزل games مننزل يمكن books مننزل flashlights مننزل conversion application هو ده اللي بيعملوا بيغيروا من مننزل weather مننزل شيء إلو علاقة بالطقص في كتير apps مننزلوا برأيكم أي apps هني اللي أكتر شيء بيروحوا ياخدوا معلومات مننا وقت اللي بقول معلومات يعني كل هيدول يعني الـ calendar للـ address book للـ network للـ identity لكل شيء للـ location أي نوع من الـ apps اللي هني بيحاولوا ياخدوا معلومات مننا أكتر شيء شيء ما قالت location location هي وحدة من المعلومات اللي بياخدوا وابس هني بياخدوا معلومات كتير بديعرف أي نوع من الـ apps يلا أنا ناطر جواب من جيهان الـ games اسمه قالت games سديم قالت communication يلا بدنا كمان اتنين تلاتي بعد انقاب الألعاب عبدالله قال الألعاب بدي يقول لقال الألعاب معو حق الألعاب هني أكتر شيء أكتر apps بياخدوا معلومات عنها في ناس في شركات شغلتها تصنع ألعاب شغلتها تصنع games مش لأنها بدا تصنع games بس لأنها بدا تاخد معلومات عنها أوكي بديعكم تخلوا هايدي الفكرة بيبالكن انه شركات كتير بتصنع ألعاب وبتخليكم تعملوا download لإلى full for free بس لأنه هني بدون ياخدوا معلومات مش لأنه هني بدون يصنعوا ألعاب وقت اللي بتنازلوا ألعاب كتير انتبهوا شو هي اللعبة وأول ما بتنازلوا اللعبة انتبهوا إذا ما عم تستعملوها أو إذا هي مش فايموس تشلوا بها دغري عن موبايلكن هايدي كمان واحدة من التبس اللي بدا تكون عنا خبروني لحد هلأ عملنا statistics وما رأنا على كتير على كتير مواضيع برأيكم اللي حكيناه interesting ولا لا بدأ يقراب your attention يعني بالعربي حصلت اهتمامكن نعم عبد العزيز قال نعم سديم قالت ايه أسمى قالت معلومات جديدة نورا نعم طبعا يعطيكم العافية فأزن حكينا كتير شفنا statistics كتير وحطينا definitions كتير خلينا نروح نبلش نشتغل نبلش نشتغل شي عملي على التليفون تبعنا أول شي بدي عرفكم عليه اسمه multifactor authentication أولي هو كيف بلشت فكرة multifactor authentication أو اللي عبارة هي عن التعريف بأكتر من طريقة كل اياتنا بنعرف انه نحن وقت اللي ما ننفوت على أي أب أو حتى إذا ما ننفوت على الموبايل تبعنا أو إذا ما ننفوت على الكمبيوتر تبعنا أي شي بدنا باسورد الباسورد هي authentication code يعني هي طريقة للعبور من في إلي شي يعني authentication في حدا يشرح لي شي يعني authentication تحقق تحقق أوكي شكرا حسن طيب طريقة التحقق عبر الباسورد هايدي طريقة وحدة بسنة 2013 الاسوشيتد برس اللي هي جريدي كتير مشهورة بأمريكا الأكاون تبع على تويتر هاكت وشو عملوا الهاكرز حطوا خبر هيدا الخبر بيقول إنه two explosions in the white house وبرك أوباما انجرد بارك أوباما كان الرئيس وقته وقالوا فيه انفجارين نحطو بالwhite house يمكن اللي عمل هاكينج على الاسوشيتد برس أكاونت كان شخص عم يتسلى ويمكن تكون شركة عملت ويمكن تكون دولة عملت هيدا عملت هيدا الهاك يعني عملت هيدا الدخول على الأكاونت طبع الاسوشيتد برس ليش عمقول يمكن هيك لأنه شو الرزلت شو كانت النتيجة طبع هيدا طبع هيدا الخبر اللي نحط الخبر إنه الخبر اللي نحط خلى down joins ينزل meet point down اللي بدي يسألني شو يعني down joins down joins بدي يقوله إنه هو stock market يعني هو أكبر 30 شركة بأمريكا بينزلوا بالstocks بينزلوا بالأسهم they trade بتاجروا عبر down joins هيدا down joins نزل 100 نقطة 100 نقطة ممكن يكون بالشركات اللي تتعاطى عم بيحكي عن أكبر 30 شركة بالعالم أنا ممكن يكون billions of dollars loss in one day بسبب one tweet عشان هيك إجت تويتر اللي هي أول شركة بالsocial media شو قالت؟ قالت إنه أنا ما فييه قول للشخص بس حط الباسورد طبعك فيك تعمل تفوت على الأكاونت ليش؟ ليش عم يعملوا هيك؟ لأنه مش بس فيه شخص قاعد عم بيجرب guessing يعني مش إنه شخص فيه قاعد واحد عم بيقول يمكن يكون الباسورد هيك هتلا نجرب هيدا الاسم أوتأفر لا فيه كمبيوترز فيه كمبيوترز شغلتها فيه ناس هيدول اللي بيشتغلوا هاكين عندهم كمبيوترز شغلتها تعمل guessing يعني تجرب تحذر شو هو جرب تلاقي شو هي الباسورد طبع الأكاونت عشان هيك نعتمد بس الباسورد هيدا مش شيء انف إيجوا شو قالوا؟ قالوا مانا نستعمل الباسورد بس مانا نحط حده شيء تاني هيدا الشيء تاني هو شيء بيملكه بس صاحب الأكاونت شو يعني؟ اللي بيشتغل منكم بشركات هلأ وبروح بدو يعمل بدو يعمل تشك إنا ع الدوام الصبح فيه خبرنا زائد الكارت تبع الأكسس شو ممكن يعمل لحتى يوصل على الأكاونت تبعه؟ البصمة يا عيني عليك البصمة هي شيء بيسموه بايومترك ليش بايومترك؟ لأنه الكارت ممكن يكون مع حيالة حدا يعني هيدا الكي تبعو لك يعني هو مثل الباسورد بس ممكن حيالة فيه ممكن واحد تاني يسرقه منك ويستعمله عشان هيك بدو يستعملوا لحتى يقدروا يخولوك لا يعرفوا أنه أنت الشخص هيدا اسمه multifactor authentication يعني السماح بالوصول بأكتر من طريقة بنفس الوقت كيف إجت عملتها تويتر لهيدي الشغلة؟ إجت آلة تويتر لما أنت بتفوت على الأكاونت بتحط رقم التليفون تبعو لك ببعث لك أنا كود على التليفون بتحط أنت الباسورد طبعك بتحط الكود اللي بيجيك على التليفون لتعمل أكسس على الأكاونت تبعو لك هيدا الفيتشر اللي عملوها بعدها optional يعني هيدا الفيتشر بعدها لحد هلأ فيك تستعمله فيك ما تستعمله بس نحنا if we are worried يعني نحنا بما أنه اليوم عم نحكي عن السيكوريتي عم نحكي عن الأمان شو لازم نعمل؟ شو برأيكم لازم نعمل؟ لازم نعمل multifactor authentication بس هيدا الحكي مش بس لتويتر هيدا الحكي لكل سيرفوس نحنا لكل شي نحنا منستعمله لنوصل على الإنترنت يعني في ناس مثلا تستعمل الكمبيوتر لتوصل على الإنترنت إذا أنت بس حاطت الباسورد للكمبيوتر تبعك بقلك أنا ممكن الكمبيوتر تبعك got hacked بتقلي شو بدي أعمل؟ بقلك فيه keys بينباعوا بينحق بالكمبيوتر تبعو لك هيدا الكي بيتعرف هيدا الكي بيكون بييدك something physical بس اليوم نحنا مش عم نحكي عن الكمبيوتر نحنا عم نحكي اليوم عن الموبايل mainly وعم نحكي أكتر شي عن السوشال ميديا عشان هيك إذا عم نحكي عن السوشال ميديا بقلكم إنه كل السوشال ميديا مش بس تويتر accommodated feature طبع المultifactor شو يعني accommodated؟ يعني عملت نفس الشي اللي عملته تويتر بطريقة مختلفة أنا وياكم رح أمرو على السوشال ميديا وحدة وحدة لحتى نشوف كيف بيعملو الفيسبوك بيطلب الهوية لما الأكاونت تبعك scammed مش أول ما أنت لا استرجاع حسابك صحيح لا استرجاع الحساب بس إذا أنت كنت جديد المultifactor ما بيطلبوا منك الهوية طيب فإذا متل ما قلنا الباسورد is one way authentication أوكي للإيميل باسورد is one way to authenticate your user access to email account or social media or computer system متل ما قلنا إنه الباسورد هي طريقة وحدة شو لازم نعمل نحنا لازم نحط multifactor على كل أكاونت لقلنا especially إذا نحنا منعتقد إنه في معلومات مهمة ما بدنا حدا يقدر يوصلى متل إذا كان عنا معلومات الpayments أو البانك أكاونت أو whatever معلومات مهمة فإذا اللي بدي أقوله إنه الoperating social media والoperating systems هلا كل ياتون صار عندون multifactor authentication نحنا شو لازم نعمل to increase the security we have to apply multifactor authentication على كل شي خلينا نشوف how to apply the multifactor authentication قبل ما روح وأعرف كيف في حسن عم بيقول Adobe Autodesk all use authentication ناو أكيد صحيح في معلومة كتير مهمة بدي نبهكم لإلى قبل ما تبلشوا أنتوا تعملوا multifactor authentication شو هي هيدا المعلومة بما أنه الأكاونت تبعك اللي أنت عندك يه لنفرض على فيسبوك أو على انستغرام أو الإيميل تبعولك اللي هو جيميل أو حتى مثل مقال حسن على Autodesk أو على مايكروسوفت بما أنه هيدا الأكاونت مربوط بـ password ومربوط بـ mobile number معناته أنت ما لازم تخسر الموبايل number تبعولك يعني إذا أنت غيرت الموبايل number بدون ما تغير الموبايل number تبعولك القديم على الـ platform اللي عم تستعملها يعني شو ما كانت الأبل اللي عم تستعملها أنت رح يصير عندك مشكلة طيب شو الحل؟ الحل دايما بتقول سميته هون the rule وهي rule يعني شي ما فينا نستغني عنه ما فينا نحنا نلغي mobile number قبل ما نعرف كل الملتي فاكتر اوثنتيكيشن اللي نحنا عملناهن على الـ platforms تبعنا رح نوصل للـ snapchat مش رح نوصل للـ snapchat كمان snapchat عملت هيك صحيح اللي بدي يقول الرول بتقول أنه نحنا ما لازم نجيب رقم جديد أو mobile number جديد قبل ما نعرف كل الملتي فاكتر اوثنتيكيشن تبعنا من القديم لجديد يعني اتنانهم لازم يكونوا شغالين لاش اتنانهم لازم يكونوا بيشتغلوا لأنه أنا وقت لي رح جرب فوت على على السوشال ميديا تبعي أو على السورفوس اللي أنا عم بستعمله أونلاين وقت لي بدي يجرب فوت لحتى غير الكود على الرقم الموبايل جديد بده يبعت لي الكود طبعي على الرقم القديم إذا كان مش شغال معناتها بخسر الـ access الرول بتقول أنه اتنان لازم يكونوا شغالين بغير كل الـ platforms طبعي وبعدين فيه يلغي الرقم admit طيب رح أول شي بلش بـ واتساب ليش بدي بلش بـ واتساب تتذكروا القصة اللي خبرتكن ياها عن عني أنا اللي صارت معي بالواتساب شو كانت الغلطة اللي عملتها أنا؟ كانت الغلطة أنه أنا كانت الغلطة اللي أنا عملتها أول شي ما كنت حاضر آه أوكي عبد العزيز سديم قالت إنك فتحت الكود كمان هي غلطة صحيح هي غلطة شو الغلطة اللي أنا عملتها اللي كان معي أول الكورس وقلت أنا I got hacked في حدا أخد للواتساب طبعي الغلطة طبعيتي إنه أنا ما كنت عامل ملتي فاكتر أوثانتيكيشن ليه؟ لأنه أنا أنا وعلى التليفون وصلني المسج الغلطة الأولانية مثل مثل مقالة سديم الغلطة الأولانية إنه أنا أعطيته الكود أنا شفت البوباب اللي هي بالكود وما رح تقريت المسج هاي دي أول غلطة أنا عملتها صحيح بس الغلطة الكبيرة إنه أنا ما كنت محضر حالي لمشكلة ممكن تصير اللي هي الملتي فاكتر أوثانتيكيشن ليش؟ لأنه هيدا الشخص اللي رح استعمل الكود لو أنا عامل ملتي فاكتر أوثانتيكيشن كان رح يسأله عن الكود اللي أنا حطه على التليفون طبعي إذا ما عندو يه ما رح يقدر يعمل أكسس وإذا بدو يسألني أو بيسا سبشيس إنه ليش بدو يسألني على كود موجود على موبايلي فمعناتها ما رح يمشي لها بهاي دول السكرينز اللي قدامكن رح نشوف كيف رح فينا نعمل بدي حدا يخبرني مين عندو على الواتس أب طبعوله عامل ملتي فاكتر أوثانتيكيشن فضل عبدالله أنا باتتلم عن طريق الصوت لأن الكتاب يمكن ما قدر أوضح اللي بقوله فضل دولي حريب من المكتب الإعلامي لحكومة راس الخيمة اليوم لما نتكلم عن موضوع أنه نحن ممكن توصلنا بعض الروابط اللي ممكن يكون من خلالها في اختراق لخصوصيتنا في مشكلة جدا بسيطة يعني ما عرفه ممكن مثلا تفيدنا فيها أستاذ اللي هو موضوع كثير من الأوقات أنت طبعا تكون مجغول في يومك في عملك في طلعاتك في بيتك مع أهلك ما تكون مركز في 24 أور في كافة في كافة حياتك صحيح فممكن بعض الأوقات مثلا يوصلنا مسج نحن نكون سريعين في فتح هذا المسج وغير ما نكون ركزين 100% بمحتوى ممكن حتى المسج هذا يكون في خدعة سريعة ممكن نتسمي الاتصالات ممكن نحمل اسم أنا ما أكون مدقق بتفاصيل تفاصيل فأضطرني أفتحها بشكل سريع وأقع في ورطة أنا في غنى عنها كيف نقدر نحن يعني نتجنب في مثل هذه الأخطاء في شكرا على سؤالك سؤالك كتير مهم ورح قللك شي إنه أنا عندي هلأ مش هلأ يعني رح نوصلى إن شاء الله شابتر كامل كامل يعني جزء كبير من هيدول السلايدز هني إلهم علاقة بالمسجز اللي بيوصلوك مع روابط جزء كامل فهيدا الموضوع موضوع كتير كتير أساسي رح نحكي عنه أنا هلأ بلشت بموضوع الاتصال اللي ممكن يجيك حدا بيطلب منك شي كود أنا كيف أدي أحمي حالي هيدول المسجز ممكن يجوك مش بس على الواتساب بس ليش بلشت أنا على الواتساب لأن الواتساب هو direct action ممكن يصير معك ومثل ما قلت أنت أنه أنا بكون إجيني التليفون أنا ما لحقت أفتح وشوف المسج اللي جاية طلعت آه هي طلعت المسج طلعت واتساب لأ حدا عم يحكي على التليفون طلعت تقول له آه الكود هيدا هو خلصة خلصة القصة I am a victim لو أنا بهيد الوقت كنت معرف الملتي فاكتور اوثنتيكيشن ما كنتوا قاعت بهيدا المشكلة عشان هيك أنا عم بسألكم مين حاطت ملتي فاكتور اوثنتيكيشن على التليفون اليوم في حدا في أسمة قالت لي أنا خاط مين غيره حاطت الملتي فاكتور اللي بنوك يطرش ليه أكيد أنا فعلته من زمان أنا عال ممتاز طيب فاطمة كمان قالت أنا عال مفعلة سديم فعلته عال طيب ممتاز أنا مبسوط أنه في كتير ناس مفعلينه للناس اللي هني ما مفعلينه في حدا قال فعلته لأنه وجهت مشكلة ليهي أسمة نفس الشي مثلي أنا لأنه أنا ما كنت عامل هيك ما كنت مهتم هالقد بالموضوع بعدين صرت هالأب مهتم من ثلاث سنين لهون رح جرب أعمل هالسكرين واضحين لإلكن يعني أنا إذا رحت على السيتينجز من السيتينجز رحت على الأكاونت من الأكاونت بروح على التو ستاب نوتيفكيشن بالتو ستاب نوتيفكيشن بيقلي هو disable أو change pin أو change email address ليش أنا بحاجة للإيميل address هون بحاجة للإيميل address لأنه إذا أنا بدو يبعث لي إيميل related لهيدا البين كود بيبعثوا على الإيميل address تبعول اللي أنا فيه أنا ما رح أعرضه ما رح أعمل share هلأ لأنه بعتقد أنه واضح إلا إذا حدا حابب بدو حدا يخبرني هلأ هون إذا حابب حدا حابب أعمل share لحتى فرشيه كيف تنعمل على الموبايل ما في مشكلة والله واضحين هيك واضحين كلمة السر مهمة للأمن أكيد واضح طيب نورة بتحبي أنه أعمل share لفرشي كيف تنعمل على الموبايل هيدا أصدك أو سامر طيب رح أعمل share رح أعمل stop share من هون رح أعمل share من device تاني أوكي مش الحال صحيح ما سموع الصوت أوكي تمام كلكم شايفين السكرين هيدا الsetting طبع الwhatsapp عندي بد يروح على الأكاونت بالأكاونت two-step verification بالtwo-step verification أنا هلأ عامل two-step verification بدي أعملها disable وإرجع أعملها enable أنا وياكم رح استعمل رأم شو مكان بس بعدين رح أغيره أكيد وعا تعملوا هايك أنتو تحطوا نفس الرأم بيسألني شو هو الإيميل اللي بدك تستعمله ليش الإيميل بده إياه لأنه if I want to reset my pin يعني أنا إذا بدي أعمل reset لهيدا البن لازم حط الإيميل تابعه رح استعمل الإيميل next يسألني مرة تانية حط الإيميل save done إذا بدي أرجع على الWhatsApp تبعه أول شي رح يسألني حط الauthentication code حط two-step verification أوكي لما بحط two-step verification دغري رح يفوت على الWhatsApp لي بد يقوله هون إنه هاوي رح دايما يسألنا بإذاً رح أرجع على الsetting مرة تانية account two-step verification أرجع عمله disable مرة تانية وارجع أخذ share من مكان تاني وطحت بدي أسمع منكم إذا وطحت في حدا قال ممكن بالعربي استاذي أصدق التليفون يكون بالعربي الطريقة بالعربي طيب بما إنه أنا التليفون عندي إياه بالإنجليش برجع بتأكد إنه نمرق لكم الطريقة بالعربي نعملها بالعربي ونمرق لكم إياها بالبرزنتيشن إن شاء الله بس بالمبدأ مثل كل التليفونات يعني بتروحي على الsettings مين في ترجملي هلأ مين في ساعدني بالترجم نروح على الsettings يعني الإعدادات الsettings صح؟ حتى نلحق فإذن أول شي سديم مشكورة الإعدادات الحساب التحقق بخطوطين تمكين مشكورة سديم أكيد ما كنت رح أقدر ترجم هاي الترجم طيب عال فإذن يا سديم بدي دايماً تساعديني لما بيكون في ترجمة تعمل تساعديني فيها أوكي وعبدالعزيز كمان إذا فيك أنا بحب الناس اللي هني اكتف اللي هني يعني بساعده طيب فإذن شفنا كيف منعمل two factor authentication للواتساب رح روح على شي تاني اللي هو الفيسبوك الفيسبوك كمان عنده عنده multi-factor authentication كيف منروح رح عامل share للفيسبوك طبعولي بحسب السبس اللي عندي إياها أنا بدي روح أول شي settings شو يعني settings نيه بدي ترجم فإذن منروح أول شي على settings بعدين security and login وما نشوف two factor authentication معي شباب وصبايا واضح 100% بس تأكدوا لأنه ما بدي اتخطى الوقت اللي مسموح فيه لليوم أنا وبدي اترك وقت شوية الأسئلة أتليست بدي خلص الملتي فاكتر authentication اليوم فحكينا عن أول شي الWhatsApp ورجعنا حكينا عن الفيسبوك فيسبوك وقت اللي نطلب ملتي فاكتر authentication بيعطيني two options أول option هو Google authentication أو another mobile app هيدول apps شغلتن يعطوني barcodes شو يعني barcodes مش كلمة سر هي barcodes لحتى اقراها بتليفوني لهو هيدا الكود اللي بيطلعوا بقراها بتليفوني حتى يصير عندي رقم رقم فيه يسميه رقم يهو متل ما شايفينو هون بالصورة أو في طريقة تانية هي طريقة التكست اللي نحنا استعملناها بالواتساب هيدا الطريقة هي زيتا مستعملة بالفيسبوك ومستعملة بالإنستغرام أوكي فإزا الإنستغرام عنده نفس الطريقة عنده two factor authentication شريط مشفر ممتاز يا حسن شكرا شريط مشفر تعرفوا شو يعني الشريط المشفر هايدي اللي بتكونوا بالسوبر ماركت وبيعملولها سكان لحتى يشوفوا السعر قداش هو أوكي صحيح صحيح طيب راح نروح على الإنستغرام إنستغرام كمان في multi-factor authentication ممكن يكون أسود على الأبيض صحيح كمان بنفس الطريقة setting security كمان two factor authentication وكمان بيعطيني مثل الفيسبوك نفس الشي فيه نزل app لحتى أعمل authentication أو فيه استعمل text message شوفي غير الفيسبوك والإنستغرام والواتساب snap twitter 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 كتير مهم طيب هيدا أول شي طيب بحسأل شوية أسئلة كل اللي بدي يقوله بال twitter عطونا option زيادة option الزيادة إنه فيكون text message وفيكون authentication app يعني مثل الفيسبوك ومثل الإنستغرام وفيكون security code بس هيدا security code security key هيدا بس للكمبيوتر خبرتكن إنه فينا نشتري key ونستعمله على mobile بدي اسأل كام سؤال أنا أول شي برأيكم أي أكتر تليفون بيتعرض للهاكينج الآيفون والله الأندرويد شام قالت آيفون عبدالعزيز قال آيفون فاطمة قالت آيفون اسم قالت أندرويد سديم أندرويد مريم أندرويد الجواب هو اتنين اتنين جواب هو independent of the operating system يعني ما خص إذا أنا عمستعمل آيفون والله أنا عمستعمل أندرويد والله أنا عمستعمل ويندوز والله أنا شو ما كنت عم بعمل إذا أنا مش أخذ الإجراءات اللازمة لحتى إحمي حالي أنا معرض دايما للهاكينج ومعرض دايما لسرقة الـ identity ومعرض دايما لأنه ممكن حسابي الأكاون تبعي يتخذ إذا أنا ما كنت ماخد إجراءات الحماية فإذن اللي معرض أكتر للهاكينج هو الشخص اللي مش ياخد إجراءات الحماية اللازمة في حدا يخبرني معلومة تعلمها اليوم بدوا يطبقها مثلا معلومة تعلمناها اليوم وإن شاء الله ما ننصير نطبقها يلا شباب وصبايا ما تقولوا لتعبتوا حسف البرامج القديمة لحماية الجهاز هايدي أجمل جواب احذف الأبس اللي ما أحتاجهم صحيح يا أهلا فشكور عبدالعزيز يلا خبرني يا عبدالعزيز معلومة تعلمتها اليوم بس نحنا ما خلصنا بكرا ما نكف مساحة كل الألعاب والتو فاكتر أوثنتيكيشن جيهان ممتاز في معلومة قلتا كتير مهمة بالأول بدي حدا يقل لي إياها إذا ما استخدمت صحيح ممتاز شايمة في معلومة قلتا بالأول إنه عشان ما تزعل ما يزعل حدا المعلومات إنه دايما نعمال شو يعني update حسن ما تستعبن التليفون صح أحدث صحيح دايما عمله التحديثات عمل تحديث على operating system يعني برامج التشغيل برامج التشغيل هي operating system أو الابس اللي بتنزلون دايما خلي دايما إخر التحديث طيب بعد بدي أسأل سؤال إذا بتسمحوا لي هيدا السؤال في عنا نوعين من الخطر اللي بواجهنا حدا بيتذكر شو هني هالنوعان malware ريتا قالت malware مظبوط الهاكر بيعمل malware يا حسن يعني الهاكر هو اللي بيكتب المالware بيكتب المالware هو software اللي بيستعملوا الهاكر ليفوتوا على السستم طبعنا عن طريق الابس صحيح عن طريق الابس اللي هني اللوغا الابس حسن قال زوجتك تعرف الباسورد هيدي ما نندخله بالساشن بكرا إن شاء الله عبدالعزيز قال أو المسج طيب هيا الله حدا عنده سؤال فيه يسأله هلأ ومنكفي بكرا إن شاء الله ممكن السؤال مفهمت فاطمة ممكن السؤال شو ممكن تعيد السؤال ايه أكيد أنا قلت للأمان تبع الموبايل تبعنا أو للأمان تبع الكمبيوتر تبعنا في عنا نوعان من الخطورة نوعان من الخطر اللي بيواجهونا دايما بالموبايل نوعان من الخطر شو هني هالنوعان من الخطر اللي بيواجهوه هيدا كان السؤال يا فاطمة واحد من الأجوبة كان إنه الميلويرز الميلويرز هن السوفتوير اللي بيكتبوهن الهاكرز اللي بيكتبوهن غير الوجههوهن اللي نزلناهن للابس كرمالة حدا طيب طيب إن شاء الله منحكي معكن بكرا جميعا إذا أكيدين ما في شي لحتى ننهي الساشين لليون اشتركوا في القناة